مبارح كان في حالة أنت حاسك أنه اللعبة بتلعب مع بعض الأول مرة يعني الانسجام كانت واحدة من الحاجات اللي واضحة للمشاهد العادي مش محتاج يبقى خبير أو محلل يعني عشان يشوف أنه في حالة تربكة في حالة دربكة في لغبطة كان مسؤول عنها بشكل كبير جدا الجهاز الفني إما في عدم اختيار العناصر المناسبة اللي عايز من خلالها يطبق فكره أو أنه اختار العناصر المناسبة بس ما وصل لهمش المهام المطلوبة منهم بشكل واضح صحيح خليني أرجع معك للتشكيل خليني نكلم في التشكيل وده هي ودينا لطريقة أداء منتخب مصر أو طريقة لعب مبارح واللي أنا شايف أنه كان فيها أخطاء كتيرة جدا مع حالة التوهان الكبيرة وعدم التركيز الكبير جدا وعدم وجود الدوافع وعدم القدرة على الرجوع مرة تانية كل دي أسباب وعوامل ودرجة الحرارة كل دي عوامل كتيرة ممكن تؤدي للنتيجة بتاعة المبارح لكن خليني نتكلم في التشكيل مبدئين زي ما قلت لك عمر كمال كان لازم يكون مكان محمد هيني عب منع محجازي مش حقدر أقولي أن حجازي يعني كان بعيد عن التشكيل لأنه حجازي كان واحد من الأسماء المهم أنها تبقى متواجدة طبعا مع وجود ياسر إبراهيم كبديل تختلف معك في الحتة دي يعني سكان ليه أن أنا أقول رأي ما بحبش أقول رأيي بس يعني أنا قلت الكلام ده قبل البطولة ما تبدأ حجازي لعيب كبير جدا جدا واحد من أفضل المدافعين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ده اللي قالل أبدا من إمكانياته بس حجازي جاي من بعيد وصعب أنك أنت تخش بطولة أفريقيا تراهن عليه من الأول خصوصا أن المشوار المفروض يعني أنك بتراهن على مشوار طويل فمفروض حجازي ييجي بالتدريج لغاية لما تتطمن أنه جاب فورمتو قبل البطولة شعايزة شايله الفاتورة بتاعة المبارح يعني أنا شايف أنه ياسر كان يستحق طبعا ياسر يعني بيشارك بشكل أساسي الفترات اللي فاتت ومستوى رائع جدا جدا وفي جيم أنت مش هتبقى مضغوط في دفاعية يعني وفيه كمان يعني انسجام ما بينه وبين منعم ولو هتلعب محمد هين يبقى فيه سلاسي في خط الدفاع مع الشنوي يعني بتلعب بأربعة في خط الدفاع يعني فيه نسجام بشكل كبير لكن حجازي قبل البطولة لعب ببرات كثيرة في الدورة السعودي ولعب في بطولة أسيا وكان مع المنتخب مصر ما جابش فورمتو ولكن كان جيد كان مميز يعني مش حجازي وكمان بيعتمد عليه بشكل كبير في التغطية خلف المدافعين الكرات العالية إن حجازي أطول لعب تقريبا في المنتخب مصر هم الاتنين دول تحديدا هم اللي جاء منهم الهدفين يعني الحتة سواء الكرات العرضية أو التغطية خلف الاتنين دول اللي كان فيهم يعني عدم تركيز كامل يعني شوفوا النقطاتين اللي بنكلم فيهن هم مميزات عند حجازي تقريبا هم الخطائين اللي تسجلهم فيهن لا خلاف طبعا حجازي بس لا بيشيلش بقى بردو العكس حجازي ما حسبش على الفاتورة الوحيدة يعني منكلم عن محمد حمدي محمد حمدي واحد من اللعبين المهمين جدا في المنتخب مصر لكن زي هيني منكلم على إنه عنده يعني اهتمامات دفاعية كبيرة جدا أو قدرات دفاعية أكتر من النواحة الهجومية عشان كده كنت شايف إن فتوح يكون أفضل موجود في الناحية الشمال في وسط الملعب كان عندي يعني رؤية إنك لازم تضغط على منتخب موزنبيق بادري جدا لازم يكون عندك خمس ست لعبين في الناحية الهجومية خاصة إن شفت الاستسلامي كبير جدا جدا يا أحمد لمنتخب موزنبيق في الشرط الأول تقريبا ما كانوش بيطلعوا إلا بالهجمات المرتدة تقريبا ما فيش هجمة منظمة لمنتخب موزنبيق في الشرط الأول على الإطلاق باستثناء كرة أو اتنين كانت هجمات مرتدة وبالتالي كان فيه استسلام واهتمام كبير جدا من المدرب وقناعات كبيرة جدا منه إنه لازم يدافع أمام منتخب مصر المرعب بالنسبة لهم وده احترام شديد جدا جدا من المدرب منتخب موزنبيق كان لازم تستغله إنك تضغط عليه بشكل كبير جدا كنت شايف إن مروان عطية كنت شايف إن إمام عشور كنت شايف تريزيجي انت شايف التشكيل في وسط الملعب يعني بتلعب بمروان عطية تحت إمام عشور وتريزيجي وجد شايف محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد كان هي با عندك قدرة هجومية أو قدرات هجومية كبيرة جدا خلي بالك إمام عشور بيقدر يعني يقوم بالدورين مهم جدا بنسبة كبيرة جدا الدور الهجومي والدور الدفاعي مع مروان عطية تريزيجي كمان واحد من الأسماء اللي بتقدر تقوم بالدورين مرموشه وصلاح ومصطفى محمد التشكيل الغريب اللي لعب بيه ووجود زيزو في الناحية اليمين وكجناح يمين ودخول صلاح في وسط الملعب أو دوره كبليميكر الهجومي حاجة غريبة جدا انت بتلعبش بدأ؟ يعني انت ما عملتهاش عبارة كده ولا مباراة ولما جيت حتى لعبت مطش ودي قبل البطولة ما جربتش ده ما طبقتش ده في الملعب فليه بتبتدي مشوار بطولة رسمي خلي بالك ده ضغط بشكل كبير جدا كمان على تريزيجيه التريزيجين بارح لو وديته أو خيمته ما تقدرش تديله 4 من 10 بعيد جدا جدا لان صلاح كان بياخد 2-3 معاه في الناحية اليمين وبيدي مساحات كبيرة جدا للناس اللي بتيجي من تحت وبيفضي مساحة كبيرة جدا جدا لتريزيجيه وبالتالي انت غيرت في شكل وطريقة لعبة منتخب مصر وضغط لعبتنا في وسط الملعب التكتل الدفاعي واحترام موزنبيخ لمنتخب مصر اللي هم يقفله بشكل كبير جدا على الخط الهجومي عندنا الحق يعني امبارح عمل تشكيل غريب جدا جدا وطريقة لعب أغرب خلت الأمور صعبة جدا جدا على منتخب مصر بالإضافة طبعا لكل العوامل اللي قلناها ما تقدرش يتقول يا أحمد انه سبب أو 2 أو 3 انت عندك عوامل كتيرة امبارح تقدر تكلم فيها لسبب انك وصلت للنتيجة دي